دايماً بنقول إنه أي حاجة فيها معلومة ففيها خطر أو فيها يا إما غياب المعلومة خطر والمعلومة المغلوطة خطر عشان كده إحنا نهتم جداً بمواقع السوشيال ميديا نقول إنه لا اللي بيقول لك خاصم العالم ده غلطان لكن لا تصالح معاه وفهم لغته وتكلم بطريقته إحنا عندنا أزمة في المعلومات مش في نقصها لكن في طريقة تدولها وفي التأكد من المعلومة الصحيحة أحياناً تلاقي صاحب المعلومة الصح أو صاحب الخبر الكويس والإيجابي يقول لك محدش عارف عنه حاجة واللي عنده معلومة مغلوطة سهل جداً تنتشر وتتطور جزء من السبب هو ثقافة السوشيال ميديا الأخبار السهلة والسريعة بنفس القياس عندنا كل يوم مصر بتواجه إدعاءات مغلوطة بفيد من المعلومات المزيفة عن مصر النهاردة انتشرت معلومة وبعض الإدعاءات المغلوطة اللي نفاها مصدر أمني بخصوص أوضاع المساجين في السجون المعلومة وردت في إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وكانوا بتكلموا عن الأوضاع بالسجون وأعداد المحتجزين كمان البيان نفأ أي رسائل صادرة عن نزلاء من السجون بتروج لها الجماعة الإرهابية وكمان الأخبار المغلوطة شاملات أخبار عن المصالحة ما بين الجماعة الإرهابية والدولة من خلال أبواقها الإعلامية وبساطة جداً سمعنا المعلومة الغلط نفتحه دهنا بس نسمع النفي وندور على المعلومة الحقيقية من حقك جداً تعرف معلومات عن أوضاع المساجين في بلدك أوضاع المحتجزين في بلدك من حقك تدور وتلاقي معلومة بالمناسبة دي كمان إحنا في ملف إتاحة المعلومات بنتقدم بسرعة كبيرة جداً كل الهيئات كل الوزارات ومن ضمنهم طبعاً وزارة الداخلية المعنية بهذا النوع من المعلومات بقت مدركة تماماً إنها بتستخدم السوشيال ميديا اللي لسه نتكلم عنها في إنها تقدم المعلومة الصح بدلاً وأسرع من إنه تتقدم المعلومة المغلوطة والناس تستطيع